السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة دواجن السياحي شونكم شخباركم ان شاء الله تكونون بخير اليوم اوضوع الفيديو عندنا عن اهمية الجزر دود القبابي طبعا دود القبابي او يرقات القبابي تحتاج تنويع بالاكل خاصة بالشتاء لانه بالشتاء يتوقف ان نمو مالتها يصير بطيء كلش بطيء او حتى بالتحول مالتها تصير بطيئة فتحتاج تنويع بالاكل مالتها مثل الخيس عندنا بالصيف نخليلها بس بتياتها كلش كافية قطعة واحدة كلش كافية بس حتى تشرب معدها الموي لكن بالشتاء تحتاج نوع لها بالاكل حتى يكبر الحجم مالتها وتنطي وزن اكثر وتقريبا يعني اذا نوعت لها بالعلف بالاكل مالتها راح يضاعف الحجم عندك مرتين يعني مثل هاي سيصير بقدها مرتين تقريبا لعدنا اول شي بتنوع الاكل واهم شي اهم مادة تقدمها الدود القبابي هو الجزر من بعد البتياته الجزر كلش مهم الدود القبابي ويزيد من حجم اليرقات واذا اكو يرقات عندك ما متحول لواصل عمرها يعني عمر التحول وما متحوله بمجرد يعني تخليلها الجزر ثلاث تيام اربع تيام تتحول الى شرانق وتشرنق وبعدين تتحول الى خنافس فعدنا اليوم تقديم الجزر الجزر طبعا ما نقدم على حجمه بنفس حجمه لانه لا تخليه بقطع شبيرة يمهن راح يتلف فترة من الزمن راح يتلف ودود القبابي طبعا ما يأكل بسرعة مثل باقي الحيوانات اجلكم الله يعني يأكل بالشي بسيط يحتاج فترة يلا يخلص الاكل مالته هي اسبوع او اسبوعين او ثلاث تيام اربعة حسب كمية الاكل المطهيانته فالجزر انقسمه يعني بس تشينه نسوي شرائح شرائح كلش رقيقة شرائح رقيقة دائرية ونوزعها بالمكان اللي مخلين بيه الديدان هس راح سوي لكم ياه شرائح وشوفكم شون الشرائح راح اسويها وشقدل السمك مالته وارجع لكم ان شاء الله بعد ما سويت الشرائح شرائح الجزر شوفوا السمك مالته هذا السمك مالته هذا السمك مالته جدا جدا بسيط يعني هذا حتى شنو حتى الجزر يقدر تقدر الخنافس او الشران اليرقات عندك تخلص الاكل مالته قبل لا يتلف حتى الجزر يخلص قبل لا يتلف وما يصير عندك صرف اكتر من اللازم بالعلف للقدمة لانه هذا قدمت علف مثلا جزر جزر مثلا هال كبر هذي مدة ثلاث اربعة ايام راح تلف عندك بالحضيرة مال الديدان وبالتالي هام راح تجيب جزر مرة ثانية وراح تفيل فأنت من سوي به الحجم هذي راح تقدر توفر عين نفسك الخسائر وتوفر المكان النظيف الما بيعفون الما بي مواد متعفنة وبنفس الوقت هو الجزر مفيد جدا لل يرقات فأس عندنا هذا المكان هذا المكان من خلي به اكثر من اربع اربع اه انا طبعا سوت كمية لانه عندي كمية من ال 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 بس هذا المكان هس عندي ال 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 قبضية نخلي بي اربعة بالاركان مالته نخلي اربعة حتى يتوزع اذا اكثر اربعة انا اقدر اكثر هس بمكان واخلي عشرة اقدر ترس بس مثل ما قلت لكم راح يتلف الجزر وبنفس و راح يسبب راح راح يسبب رطوبة بالمكان ويخنق ال 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 ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس واي استفسار عدكم هلونا تعليق وراح رد علي باسرع وقت ان شاء الله